مسلسل هيا وبناتها ملخص أحداث الحلقة التامنة اللي بتبدأ بوسمية لما بتروح على البيت وبيقبلها أبو بدر وبيطلب فلوسه من مشعل بتقول إنه هو مسافر والله يسافر تاني إن شاء الله لما يجي أخذ فلوس منه بينها من لا إصارة بعد ما قدمت استقالتها قاعدة بتتكلم مع أهلها بخصوص موضوع الاستقالة أمها بتلوم عليها اللي هي عملته وخيف عليها جدا من الجماعة دول خاصة إن التهديد ده كان صعب جدا على بناتها وخاصة ريب بينما من لاي بعد كده وسمية موجودة في البيت وبيجيوا ابنها وبيقول لها إن بابا وصل بتروح تتخانق معه وتقوله على موضوع الفلوس اللي عليه للناس وإنه كذب عليها قال لها إنه هو مش فضيلها دلوقتي وإنه وراء طيار وحيسافر تاني قال لها طلبوا فلوسها تعمل فيها إيه؟ قال لها لما رجع يصير خير وصابها تاني وسافر بينما من لاي بعد كده شيخة بتوافق إن هي تشتغل عند الدكتور في العيادة الخاصة بتاعته بتروح تستلم شغلها أما بعد كده فمن لاي حنان قاعدة مع واحدة صديقة ليها والصديقة دي عندها بنت عندها انستجرام وبتتواصل كده مع الناس من خلاله وبتعمل إعزانات وبتقبط فلوس وبترفض إنها تعمل إعلان للمطعم اللي هما قاعدين فيه دلوقتي اللي هما بتصور عشان خاطر طبعا تقبط وحنان غيرانة جدا وبتقول إن الستة دي أصلا بتجذب بها لدقة الأكل ولا حاجة بس بتصور وخلاص بينما بعد كده منلاقي إن هيا بتكلم سارة اللي كانت مستنية ريم وبييجي المدرب بتاع ريم بيشكر جدا يعني على المنجود بتاعها وبيقول إن هي شغلها تمام جدا أثناء خروجهم بيجي واحد من الجماعات السياسية وبيهدد سارة لو كتبت تاني في الموضوع ده بينما شيخة مبسوطة جدا في الشغل بعد ما استلمته الدكتور كده شكله عايز يقولها حاجة عايزة بيحكي الحنان اللي حصل لسارة كانت شمتانة فيها وبتقول بس تاخد لها ألمين وتسكت شوية قال لها ما تتكلمش كده عنها سارة قوية بنتهاية وطبعا بيقول لها ما تتكلمش عنهم بالشكل ده بينما بعد كده منلاقي إن سارة بتتكلم مع أمها في موضوع المجلات السفرة اللي الناس بتشتغل فيها وقاعدين بيتناقشوا بينما منلاقي أمفال مع واحد من أصدقائها اللي بتعرفهم بتتريق على عربيته أول ما شافتها بينما الدكتور اللي معجب بشيخة بيتكلم مع الدكتور صاحبه إن الشيخة واحدة كويسة وإن هو بيسك فيها جدا الخديمة عند حنان بتكسر طبق وبتيجي حنان وبتضربها علشان كسرت الطبق ده وبيحاول عيسة إن هو يهدي الموقف وبتقول إن الطاقم ده جاي من تركيا فبيحاول إن هو يهدي الموقف بينما واسمية بتبقى معزومة عند أختها وبتاخد دلع وبتروح وشيخة وريم بياخدوا دلع معاهم شيخة هتروح توصل ريم للمكان الورشة اللي بتروح فيها وحتاخد دلع ويتفسحوا كده شوية تلاها ماشي حنان بتدخل وقتلاقي بنتها الغالية قاعدة بتتفرج على فيديوهات للباليه وبتزهع عليها وبتقولها فيها إيه يعني أنا بحب أتعلم الباليه بينما بتيجي أنفال متأخرة كالعادة وبتتكلم واسمية مع أختها وهيا بتقول لها عملت إيه في موضوع الفلوس اللي على جوزك قالت إن هي معاها فلوس يعني هتحاول تدفع منها كده لحد ما جوزها يرجع لإن هيا كانت عايزة تسلفها أما بالنسبة للشيخة فكانت عند الدكتور بيقول لها لو عايزة أي حاجة هو ممكن يعني يساعدها لكن نظراته لها كانت كلها إعجاب بينما واسمية وهيا قاعدين بيتكلموا واسمية بتسأل هيا عملت إيه في موضوع أمام بناتك قالت إن هي حتفتح البنات إن شاء الله في الموضوع علشان بتقول لهم على موضوع يعني إن أبوهم خسر فلوس في البورصة وحيضطروا إن هما يسيبوا ويتنزلوا عن مرصهم وبتيجي أنفال وبتقعد معاهم بينما الدكتور بيتكلم مع شيخة بمنطقة الصراحة عن إعجابه بيها بتتحرج وبتمشي وبتسيب المستشفى على طول بتروح للسوبر ماركت وبتتكلم مع صارة وبتحكي لها عن اللي حصل واسمية بتروح البيت وبتيجي ورها دلع ومبسوطة جدا مع صارة وريم فسحوها وعشوها أما بالنسبة لشيخة فبتقابل منصور هناك اللي كان بيرائبها حاول يتكلم معاها لكنها سابته ومشيت على طول بينام أبو بدر بيروح علشان ياخد فلوسه من وسمية بتعتزله وبتقول إن جوزها مسافر ولما يرد من صفر إن شاء الله يصير خير بتخلص الحلقة التامنة وده كان ملخص لأحداث الحلقة التامنة من مسلسلها وبناتها يا رب الملخص بتاعي يكون عجبكم ما تسونيش في اللايك واشتراك في القناة وتعفل الجرس علشاني وصاركو كل جديد